اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما هو الهوارة من الميكرو كنترولر في هذا البرنامج هذا سؤال الأول السؤال الثاني بقول أنه ما هو الهوارة على الهوارة من الميكرو كنترولر ما هو سرعة على هذا الهوارة ممكن أن أسألك سؤال ما هو الهوارة على الهوارة الميكرو ماذا هو الهوارة على الهوارة الميكرو حسنا متى البرنامج يخرج من الهوارة الميكرو كيف ممكن البرنامج يطلع من الميكرو كنترولر هذا سؤال طيب ومتى البرنامج برجع على المين بروغرام إذا طلع يعني شو الشروط اللي لازم تتوفر حتى أنه البرنامج يعود للمين بروغرام إذا طلع منه السبيد تبعت البيك ميكرو كنترولر وين بلقيها؟ في الفانكشن والستيتمنت هاي فالسبيد تبعت البيك ميكرو كنترولر في الحالي هاي جداش 4 ميكرو كنترولر في الحالي طيب السبيد على البيك ميكرو كنترولر لترانسمت الموصول على الترمين هو السبيد على الريسيب على البيك ميكرو كنترولر واللي هو إيش 9600 بيتس هذا هو الريسيب بن نفسه هو ترانسمت على الترمين وترانسمت على البيك هون هو نفسه الريسيب بن هون طيب الفانكشن للمين بروغرام المين فانكشن للمين بروغرام بعد ما يعمل إنابل للإنترابت INT EXT اللي هي إيش هاي بعمل إنابل للديفايس اللي موجودة ومربوطة على وين على RB0 على RB0 اللي هو السويتش فهو السويتش هو مصدر الإنترابت بالنسبيلي طبعا يجب أن تنابل الإنترابت الإنترابت طيب اللي السوال متى بيحصل الإنترابت متى بيحصل الإنترابت لما منفتح لسويتش ولا منسكر لسويتش هاذا وين بيتحدد بيتحدد بالفانكشن هاذا المفتح لسويتش متى بيحصل لسويتش مفتح لسويتش التحديد تحديد على التارمنال اللي هون بقوله انتر ديجيت على التارمنال مع نيو لاين سترى اسكي كده كده بالنيو لاين التاني سيطبع لي 2 لاين هون المين فونكشن للبروغرام مثل ما انت شايف وانلوب شو هو انه على البورت دي هون شو اساوي طلع القيمة تبعت الانسر اللي معرفه انا في بداية البرنامج طب هاي القيمة من وين بتحتيجي بتحتيجي وين اه صح في الانترابت سيربس روتين انسر ايكول يت سي اها لما بحصل الانترابت على ار بي زيرو بمعنى على الامر الانترابت وين بروح بروح على سيربس روتين هذا وهاي بدايته محددة مثل ما انت شايف بال ديركتب هاد هون الانتراب بسيربس روتين شو بيساوي بنتظر من اليوزر انه دخل كاركتر وين على الترمنال هون الوصول 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 اللي بيدخله بيرجعه في الاسر و بعمله ديس بليي على البورت دي شو يعني بعمله ديس بليي على البورت دي يعني يفرض انه يدخل small a اليوزر شو رح يطلع على بورت دي رح يطلع الاسكي كود تبع البورت اي اللي هو 61 اللي هو هذا رح ياضي وهذا وهذا يطفو وهذا بطفي وهذا بغضي وهذا بغضي وهذا بغضي وهذا بطفي فإذا دخلت أنت small a هون رح ياضي عندك هذول leds الثلاثة حسنا الان قديش رح ينتظر هون في الانتراب سروس هنراح يضل قاعد ينتظر باليوزر حتى أنه يدخل إشي شو رايك طبعا لا مش رح ينتظر فور افر ليش انه في عندي الابشن برامتر هذا موجود اللي هو بقول انه انتظر اليوزر وما هو انتظر 2000 مليسيين 2000 مليسيين طبع اذا اليوزر مدخلش أي شي خلال 2000 مليسيين شو بصير بصير انه انتظر تأخذ باليو اللي هي 0 فبتطلع هاي هون 0 وهو بطلع 0 فهذه الكلياتين شو بصير فيها تطفل حسنا فهذا هو البرناة